اشتركوا في القناة 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 المكلفون هم الانت والجن يا معشرة ألم يأتيكم رسل يجب الكباب بالتخليف والأمانة والمسؤولين من الانت والجن أبوال الملائكة ليسوا بمكلفين أما عبادتهم فإنها بأصل الخلقة واتباعهم للرسالة إنما هو تشريف لاي ليس تكليفا لما سموا بالثقلين لأنهم أثقلتهم التكاليف أو الأعباء أو المسؤولين أو مثلا الذنوب اللي ارتكبوها أو البعاص فأصبح عندهم ثقل طيب من المكلف من الانت البالد العادة أقول الجن الجن قاله يكلف بولادته أول ما يولد يكلف أقول ما بيمرش بالمرحلة يطلع جنك أول ما ينشأ يكلف من أصل ولادتك أول ما يولد يكلف أما الانت لا بد أن يبلغ لا يكون فيها مكلفة متى يبلغ كيف يعرف أنه بلغ سن التهليف قالوا فيه أمارات علامات يعني شعر جلغة في الصوت شعور بالشهوة إلى غير ذلك حتى يكون قادرا على إنجاب مثله إختيار والسن لا يفتضعون تحديدا لأنه يختلف من شعب من شعب يعني فيه بلاد 11 سنة يبلغ فيه بلاد مثلا يقول لحد 17 سنة أو 16 سنة أو أكثر بلغماناها عندما يكون قادرا على إنجاب مثله لشروض التكليف ليس فيها الإسلام ليه لأنما التكليف هنا بالإسلام نفسه فكيف يكون المسلم مكلف بالإسلام ده هو مكلف بأصل الدين وليس بفروعه فإذا كان التكليف بفروع الشريعة أو بفروع الدين فلابد أن يكون الإسلام شرطا إنما إذا كان التكليف بالأصول إذا معناها الجن والإنس والعالم كلهم مكلفون بشروط ثلاثة مكلفون باتباع هذا الدين والإيمان به بشروط سلام البلوغ والعقل وبلوغ الدعوة وأضيف شرط رابع وهو سلامة الحواس يعني لو رجل مثلا أصم أكتم أعمى كيف يكلف يعني فاقد الحواس فاقد السمع والبطر لا يكلف لأنه لا يسمع ولا أما من طرع عليه بعدين ده ممكن يتعامل معه بالإشارة بالكتابة بشيء إنما يدرك الأشياء التي هي حاجته إلى الطعام إلى كذا لكن لا يدرك الأمور العقلية ما يدرك هاجل يبدأ الكلام صفتنا نفسية صفت أزلية وأول ما نقول صفة أزلية بالنسبة لله تعالى يبقى لا تنعدم يبقى كلام نحن صوت وحرك ومجرد من نقول بسم الله الرحمن الرحيم أول من قضع الهواء ينعدم الصوت ينعدم خلاص هل كلامك أزلية كلام الله تعالى لا ينعدم أبدا لأنه أزلية والأزلية ما معناه فاكرين نحن فرقنا هناك فرق بين الأزلية وبين القديم الأزلية ما لا أول له وجودا أو عدما والقديم ما لا أول له وجودا فقط وهناك من جعلهم متراجفين الأزلية هو القديم والقديم هو الأزل يبقى الشيء الذي لا أول له وهو موجود يسمى قديم أما الذي لا أول له وليس موجودا يطلق عليه أنه أزلية يبقى الأزلية ما لا أول له وجودا أو عدما فعلم الله تعالى موجودا ليس موجود هل له بداية هل مسبوق بجهل هل مسبوق بخفاء هل كانت رواسطة التعلم لا يبقى هذا قديم وأزل أيضا يبقى أما الصفات السلبية يقال إنها أزلية فقط ولا يقال إنها قديمة لأنه ليس لها وجود ليس لها وجود ويقال أزل أيضا أن الأزل يطلق على المعنين أما الأزلين يقال على ما لا أول له وجودا أو عدما والقديم لا يقال إلا على ما لا أول له وجودا فقط مفهوما لسه نعم نعم مش فيها بحاجة ثلاثة إذا الكلام صفة نفسية ليست بحرف ولا صوت أملكة القرآن إذا كلام الله القرآن إذا حروف وأصوات بل الكلام هنا يطلق على معنيين على الصفة القديمة القائمة بذات الله تعالى وهذه لا يمكن أن تكون حرفا وصوتا لأن الحروف فيها ترتيب وفيها تعاقب لا يمكن تنطق السين إلا بعد نطق الباء والمين يعني فيه ترتيب وفيه مخارج وفيه أدوات وهذا لا يتفور في حق الله تعالى لأنه مخلوق ولو قلنا بأن الحروف الحادثة يعني المخلوق التي لم تكن ثم كانت هي الصفة لكان هذا معناه قيام الحوادث بذات الله تعالى إيه معنى قيام الحوادث بذات الله يعني يتجدد في ذاته تعالى ما لم يكن يعني فيه أمور تبقى لم تكن في ذات الله فتكون بعد ذلك يعني كأنه يتجدد فيه في ذاته ما لم يكن له وجود وهذا ما لازمه الحادث أو ما قام به الحادث وهو إيه؟ الحادث وهو حادث لكنه تعالى قديم لازم نفهم إيه؟ الأمور دي لأنها دقيقة جدا يبقى تعريف صفة الكلام صفة أذلية خذ التعريف كامل والتعريف تقف عند كل كلمة وكل حرف فيه صفة أذلية وينفع أن يقول قديمة ولا ما ينفعش لا بل الصفة إيه معنى صفة؟ الصفة في الأصل يعني وصف حذفوا الواو وعوضت التاء مكان الواو بدلا ما يقول وصف قالوا صفة زي وعد يقولوا عدة يبقى صفة زي إيه؟ عدة صفة هي في الأصل وصف حذفت الواو وعوضت إيه؟ التاء يبقى صفة الصفة تطلق على معنى يين؟ إما إما معنى وجودي أو معنى عدمي بقى كيف معنى وجودي؟ الله تعالى عليم وعلمه له وجود يعني فيه معنى زائد على مفهوم إيه؟ الزاد الله تعالى قادر يعني فيه حاجة زيادة اللي هي القدرة إنما إذا قلنا الله واحد ما فيش حاجة زائدة يعني واحد يعني يعني لا تعبد لا شريف لا نفع إنما العلم إثبات ولا نفع إذا قلنا واحد يعني لا شريف طيب باقي يعني لا آخر كل نفع طيب إذا قلنا مخالف للحوادث يعني لا تشابه طيب قيامه بنفسه ليس محتاجا طيب قديم يعني لا أول له يعني كل استثاث السلبية نفع والنفع ده كيف يكون النفع له وجود ده هو عدم وجود عدم وجود يعني مدلول استثاث السلبية نفع أمر لا يليق بذاته فإذا قلنا الله واحد يعني معناه نفي السعدد قديم يعني نفي البداية نفي الأولية لأن كل ما عذاه تعالى له أولية يعني له بداية الخلق جميعا من عرشه إلى فرشه له أولية كما بدأنا يعني في بداية كما بدأكم الله يبدأ الخلق ثم يعيده يعني في بداية للخلق أما الإلم لهش بداية الحق سبحانه وتعالى وحده ذاته وإن وصفاته فقط غير كده يبقى معناه كده الكلام صفة فهمنا كل خد بلق قف عند كل كلمة صفة أزلية وينفع نقول القديم لأن الأزل هنا مرادخ للقديم قائمة بذاته إيه معنى قائمة بذاته يعني ليست خارج ذاته يعني الخلق مثلا صفة لكن المخلوقات ليست في ذات الله خارج إيه ينتوصلين عنهم في تباين بين المخلوق وبين إيه أما ليس هناك انفصال أو انفكاك بين الذات الإلهية وبين الصفات أو معنى قائمة إيه بذاته منافية للسكوت والآفة صفة قائمة بذاته تعالى منافية للسكوت يعني إذا قلنا الله تعالى متكلم آمولان دعوات 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 منافية للسكوت والآفة يعني لم يرد لا في كتاب ولا في سنة ولا عقل ولا نقل وفه تعالى بالسكوت أما أنت توصف مثلا بأنك أمتكلم وإذا كنت صامت أن يوجد اسمك إيه ساكن لكن ما فيش المعنى ده عند في إيه في الصفة الإلهية منافية للسكوت والآفة آفة إلا يعني مثلا عندك شيء في اللسان يمنعك من الإيه النطق مرض علاج هو بها هو بها يعني بهذه الصفة آمر ناه يعني مثلا الكلام يدل عليه يدل على الأمر والنهي وإيه تاني والخبر يعني إذا أمره نمى أمره إذا أرادش أن يقول له كن فيكون إذا الأمر ده إيه كلام والنهي إيه كلام والخبر أهل كلام وهو بها آمر ناه مخبر إلى غير ذلك يدل عليها بالعبارة والكتابة والإشارة وكلام الله تعالى الذي هو صفته الذي هو صفته يسمى قرآنا ومن هنا قالوا القرآن شوف القيز الجميل لم يقولوا القرآن غير مخلوق وإنما قيدوا القرآن كلام الله هو ذلك غير مخلوق إنما القرآن إذا كان ألفاظ وحروق وصور وصور وكلمات إنه مخلوق إنما إذا كان الصفة لله تعالى بغير مخلوق فهل ورد في عبارات السلف القرآن غير مخلوق ولكن قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق إذا كان المراد هو الصفة أن الله القائمة لذات الله تعالى بغير مخلوق أما إذا كان تلاوتنا وقراءتنا وحروفنا وأصواتنا فإذا كنا نحن مخلوقين فما قام بنا وبألسنتنا وبعقولنا فهو مخلوق ولذلك شوف العبارة بتاعتي الإمام أحمد رضا الله عنه يقول ما كان ما قام بالخالق فهو غير مخلوق وما قام بالمخلوق فهو مخلوق وكلام الله تعالى الذي هو صفته يسمى قرآنا ومن هنا قيدوا القرآن كلام الله غير مخلوق فلو قلت القرآن غير مخلوق ده في نفس القرآن يقول لك محدث ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إذا أردت لأنه غير مخلوق لازم تقيد القرآن كلام الله غير مخلوق وقيدوا عبارتهم هذه بقولهم وكلام الله ليشيروا إلى أن كلام الله الذي هو صفته يسمى قرآنا أخذ بالك أجمعوا على إيه مثلا لما اختلفوا في البسملة قالوا إيه قالوا نجمع على أنها البسملة من كلام الله من كلام الله تمام ليه لأن القرآن كلام الله يبقى لم يختلفوا في أن البسملة من كلام الله ولكن اختلفوا في قرآنيتها هل هي من الفاتحة فيجو أحد يستغرب فإذا كان القرآن كلام الله إذا كانت البسملة كلام الله يبقى قطعا تكون قرآن لأنه قال لك لا ومن الذي قال إن كلام الله منحصر في القرآن هو كلام الله القرآن فقط لما يستوراه الإنجيل وما أنزله الله يبقى ممكن تكون البسملة منزلة على كل الأنبياء من آذف وليس بشرط أن تكون قرآنا ولكنها بالقبع من كلام الله سبحانه وتعالى يبقى كلام الله تعالى ما كان يبقى لما قالوا فإذا لما قيدوا القرآن كلام الله غير مخلوق ليبينوا أن المراد أن الغير مخلوق ده مش هو الحروف والأصوات وإنما هو الصفة عندما وضعوا هذا القيد لإيه للفرق بين أمرين أن هناك ما هو مخلوق اللي هو الحروف والأصوات والسلاوة والقراءة والقارئ نفسه والميكروفون والكتاب والمصحف إنما يقول لغير مخلوق اللي هو الصفة القائمة بجاة الله تعالى ليشيروا إلى أن كلام الله الذي هو صفته يسمى قرآنا وما كان صفة للباري سبحانه وتعالى يستحيل أن يكون مخلوقا إذا كان صفة لله لا يمكن أن يكون مخلوقا لأن صفات الله تعالى أجلية قديمة وكلام الله تعالى يطلق أداح يحدث اجتباه وذلك سمي علم التوحيد بعلم الكلام لأن صفة الكلام هي أكثر الصفات فيها نزاع وخلاف بين الفرق الإسلامي وأخذت يعني مباحث كثيرة جدا وبسببها ضلت فرق كبيرة زي المعتزلة مثلا وزي الجماعة اللهم الحشوية أو الكرامية يعني وقعوا فيه أخطاء كثيرة ولذلك سمي علم الكلام لأنه مبحث الكلام وصفة الكلام أخذت حيدا واسعا من الجدل والإتدلالات العقلية والمناظرات لكلام الله تعالى يطلق حقيقة مشتركة على المكتوب في المصاحف وعلى الصفة النفسية الأزلية القائمة بالذات المقدسة يطلق على إيه على حشتين إطلاق حقيقي مش مجال يعني سيد أعز ما بين دفتي المصحف كلام الله هذا حقيقة هو كلام الله ويطلق أيضا على الصفة النفسية القديمة النفسية القديمة يعني يطلق على معنين إيه من هنا كان مذهب الأشاعر وفق بين المعتزلة وبين السرامية أو غيره لما قسموا الكلام إلى قسمين اللفظي اللفظي وهو مخلوق والنفسي وهو غير إيه وهو غير مخلوق لسه يتكلف الدنيا يطلق حقيقة مشتركة على حشتين المكتوب في المصاحف وعلى الصفة النفسية الأذلية القائمة بالذات جماهير أهل الإسلام الجمهور مش هنقول لها كله إنه فيه ربما متأثر الحنابلة وفيه الجماعة الكرامية وفيه المجسمة وفيه المشبهة نحنقول للجمهور اللي هو الوسط جماهير أهل الإسلام جدموا بالقضع كذا بأن الصوت والحرف حادثان لا محل الصوت والحرف وجزموا بأن الحوادث لا تحل ولا تقوم في ذاته تعال إيه معنى العبارة يعني صعبة على ضعب كل ما كان صوت وحرف لملك لإنس لجن وهو مخلوق وحادث وجزموا بأن المخلوقات يعني الحوادث إيه معنى لا تتجدد تجددوا في ذات الله تعالى الصفة لم تكن فيه ثم تكونوا بعد ذلك ده يستحيل على الله لأنه معناه حيث قبل وجوده يبقى فيه نقص وهذه الصفة كملت هذا النقص وهذا المخال مع الله وإحنا نشخمين أما بالنسبة لأنت كلهم تكمل شيء فشيء فشيء فتتجدد لك أشياء في جسمك في فهمك في عقلك حتى إذا تم إيه يبدأ النقصان ما تم أمر إلا بدأ نقصه توقع زوالا إذا ما قيل تم يعني كان هارون الرشيد قاعد في أبهة الملك كده والسلطان فامرأة قالت له زادك الله رفع لقد قصدت من القصد يعني بما فعلت فالناس يعني غضبت لماذا تغضب إنها تندحك قال إنها تدعو علي قالت أما قولها زادك الله رفع فأرادت يعني قول الشاعر كده إذا ما مرتفع ما طار طير ما ارتفع إلا كما طار وقع يعني بعد ما ارتفع كل ما ارتفع زيادة كل مسؤول الوقوع له أثر شديد فأرادت يعني أن أرتفع عشر أنجل عليه بره هذا وأما قولها لقد قصدت من القفص بما فعلت فما أرادت إلا قول الله تعالى وعما القاصدون فكانوا لجهنم خضب فهم اللغة طبعا وقولها أتم الله أمرك أرادت ما تم أمر إلا وبدأ نقص وشرح للناس المعاني التي تريد هذه المرأة الأعرابي شوفوا مرأة تكلمت بما لم يتهمه إلا القلفاء جماهير أهل الإسلام أهل الوفر أهل السنة والجماعة جزموا من الجزم والقف أن الصوت والحرف حادثان فلا يوجد في الكتاب أو في السنة إضافة الصوت إلى الله مثلا لما تجد حديث مثلا في البخار يناديهم بصوت يوم القيامة لم يقل يناديهم بصوته لم يضف الصوت إليه إبقى ممكن ملك هو الذي ينادي زي مثلا يوم واجتمع يوم ينادي المنادي هل المنادي هو الله ولا هو من يأمره الله تعالى أن ينادي في الربنا إننا سمعنا منادي المنادي هنا هو من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إبقى يضاف الكلام إلى الله لا تضاف الحروف ولا تضاف الأصوات له لأنها مخلوقة وطالما هي مخلوقة يبقى هي من أفعاله وليس من صفاته لأن صفاته تعالى إيه قديمة أزلية وأفعاله إيه مخلوقة يبقى جماهير أهل نعم يبقى جماهير أهل الإسلام جزموا بأن الصوت والحرف حادثان هي معنى حادثان يعني الحروف لم تكن موجودة مخلوقة حادث يعني مخلوق وفرق ابن تيمي ومحدش فرق الحادث يعني مخلوق المحدش فرق بين الحادث المخلوق اللي ابن تيمي فقال لأن ابن تيمي عنده في مذهبه أن الحوادث تقوم بذاته تعالى فقال ما يخلقه الله تعالى في ذاته فهو حادث وما يخلقه خارج عن ذاته فهو مخلوق هل سمعتم أن جنا أو إنسا فرق هذا الفرق الحادث ايه معنى حادث يعني لم يكن لم يكن فكان ثم كان لم يكن له وجود ثم أصبح موجودا فوعه حادث ايه معنى حادث ما الذي يقابل الحادث القديم أو الأزل لأن القديم لا أول له والحادث ما له أول وظالم له أول يبقى له بداية لا تعرفش إن مثلا لما يجي بعض الناس يقول كيف له أول يعني معناها له أول يعني يعني العالم القلق العرش أي شيء مخلوق ليس له بداية ليس له أولية كيف يصف الله تعالى في القرآن نفسه بأنه هو الأول مع أنه تعالى لا أول له ولا آخر له وحصر وحصر الغريب نجاب بأسلوب الحصر هو الأول والجملة المعرفة الجزئين في اللغة العربية تفيد الحصر بانحصار الأولية فيه وحده وكذلك الآخرية إن قينا لو فهمناها بالمعنى اللي احنا نفهم بالنسبة للحوادث هنقع في تناقض عقلي لأنه إذا كان هو الأول لا يمكن يكون هو الأخر وإذا كان هو الآخر مش ممكن يكون هو الأول إذا قال لك الأولية والآخرية لها معاني في اللغة العربية منها ما يناسب إطلاقه على الحوادث ومنها ما يناسب إطلاقه على الباري سبحانه وتعالى فالأول في اللغة العربية إما بمعنى المكتدى بمعنى الاتداء الاتداء أول واحد حضر في الحال لابدى كنت أول واحد حضر لا يمكن أن تكون أخر واحد إذا وصفت بأنك الأول قبل أن تطلع النتيجة لا يطلع في الترتيب أطلع المفلان الأول على الدفعة هل يكون يعقل أن يكون هو الآشر؟ لا يمكن أن يكون رب هو الآشر يجب أن يكون لها معنى الأول بمعنى الابتداء والآخر بمعنى الانتهاء إذا الأول بمعنى الابتداء يقابله الآخر بمعنى لهم أما الأول بمعنى السبق على الأشياء يقابله الآخر بمعنى البقاء إذا لما نقول هو الأول بالنسبة ليس معناها الابتداء لأنه ده في الخلق إذا إذا معناه الأول هو السابق على وجود الأشياء كما قال تعالى نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين يعني لم يسبقنا شيء لأن الله تعالى هو السابق وليس بمسبوق إذا الأولية هنا معناها السبق إذا المقابل لها الآخرية ليس بمعنى الانتهاء بمعنى البقاء فمعنى الأول بالنسبة الله أي السابق على الأشياء وليس معناها الابتداء ومعنى الآخر بالنسبة الله أي الباقي الآخرية معناها البقاء من هنا لا يوجد تعارض ولا تناقض بين وصفه بالأول ووصفه بالآخر إنما متى يوجد التعارض إذا فهمنا الأولية بمعنى الابتداء والآخرية بمعنى الانتهاء إذا هذا المعنى الذي يطلق على الحوابث يعني على الموجودات أما المعنى الثاني هو الذي يطلق على الله زي كلمة القديمة لما نقوله الأجهر مسجد قديم ونقول على الله تعالى قديم أو علمه تعالى قديم يبقى هل هذا هو نفس المعنى لا معنى القدم في اللغة العربية إما التوالي توالي الأزمنة على وجود شيء فإذا توالت الأزمنة السنين والأيام على وجود شيء وطالت يسمى قديم طب إيه أقل مدة يسمى بها الشيء قديما قالوا إذا حال عليه حول وأخذوا هذا المعنى مش معنى مئتين حول ولا خمتمية سنة ولا ألف قال أجهر لي أكثر من ألف سنة وهو قديم ولكن إذا كان له سنة واحدة يسمى قديم أيضا والقمر قدرناه منازل حتى عادة العرجون القبيل يعني منازل القمر باتتم فيه في حول في دورة إيه دورة السنة والشمس تجري لمستقرد لها ذلك تقدير العزيز والقمر قدرناه إذا هذا المعنى هو توالي الأزمنة على وجود الأشياء لا يمكن أن يكون هو المعنى المراد في حقه تعالى بالقدم وليس معنى القدم في حق الله تعالى وليس معناه توالي الأزمنة لأن الزمن لا يدخل في وجود الله تعالى الزمن يدخل في وجود المخلوقات كلها ذلك سنة دي شهر لكن لا يمكن يقال عن الله تعالى لي كم سنة لأنه هو الذي بدأ لي الزمن وخلق الأفلاك التي كان منها الشمس والقمر والمنازل والحساب فلا يدخل الزمن في وجود الله تعالى لا بداية ولا نهاية وإنما يدخل في وجود مين؟ المخلوقات بأسرها وفي تعرفين للزمن قلنا تعرف الفلاسفة قلنا تعرف مين؟ المتكلمين عند المتكلمين الزمن ده ايه؟ مقارنة متجدد لمتجدد فإذا لم يكن هناك حادث وحادث آخر لا يوجد الزمن أكثر يعني الزمن متوقف على مقارنة متجدد لمتجدد أعطيك مثال تفهم ايه حقيقة الزمن؟ هو شيء وهمي ليس له حقيقة الوجود زي ما نقول ايه؟ سارة نقول إذا 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 فلينا العصر يجيء زيد زيد هايز إذا فلينا العصر كده نقول ايه؟ يجيء زيد متى واحد يسألك متى يجيء زيد فتقول ايه؟ إذا فلينا العصر وتعرف ان يسألك السؤال يقولك ايه؟ متى نصل العصر؟ فتقول إذا جاء زيد يعني متى طلعت الشمس؟ تقول له عندما رجع فلان من السفر متى رجع فلان من السفر؟ عندما طلعت الشمس فلما يقترن وصوله بقلوع الشمس هنا يبقى في زمن إنما إذا ما كان ما فيش اقتران شيء بشيء إذا لا يجيء فالزمن اعتبار يعني متى أولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيث؟ أفرض ما كانش حاجة فيه كيف نقيد؟ هنقيد بحاجة ثانية متجدد إنما إذا لم يتجد الشيء فلا نستطيع أن فهو اعتد انتزاع العقلي للمدد الموجودة من مقارنة شيء لشيء وفي الحقيقة ما في الزمن وما في الزمن هو ايه؟ ذلك الزمن او في الحقيقة مين اني بيقلب الأشياء دي ويقارنها ويجددها ببعضها ويربطها؟ ولذلك قال تعالى لا تسبوا الدهر فأنا الدهر أقلب الليلة والنهار أقدم وأصر أقارم ما أقرنش إذ هو ذي حقيقة ايه؟ وجود الزمن يا جماهير أهل الإسلام جدموا بأن الصوت ها؟ والحرف حادثان وجدموا بأن الحوادث لا تحل ولا تقوم في ذات الله تعالى هذا مذهبي جمهور أهل السنة والجمال وصرحوا بأن كلام الله الذي هو صفة له كلام الله الذي هو صفة يستحيل أن يكون مؤلفا من أصوات وحروف لكن ليها إيه المهنة؟ ما يكونش لها أصوات لكن انت بالله عليك لما إيه هو الصوت؟ عرف الصوت في اللغة الصوت عبارة عن هواء متموج بتصادم جسمين فإذا لم يوجد الهواء والتصادم لا يحدث الصوت أبدا تعالا كده شوف كده ها الهواء موجودة لكن إذا صدم عارف تمحتين أنت الآن؟ تمحت صوت صوت إيه؟ صوت حاجة خبط ما الذي أحدث هذا الصوت؟ التصادم ما هو التصادم؟ لو ما فيش هواء مش هتسمع مش هتنقل الصوت إلى أذنك إلا بعضر شبكات الأثير التي تحمل إلى الأذن وذلك لما جوا عرفوا عبارة في مخارج الحروب فكروا لما شرحنا في التجويد الصوت عبارة عن هواء يخرج من إيه؟ لما رتبوا في علم التجويد رتبوا المخارج المفروض يبدعوا من هنا من هقامة الإنسان من أول الشفاتين رتبوا بالعكس من داخل الإنسان إلى خارجه باعتبار مادة الصوت وهي الهواء الذي تخرج من إيه؟ والإنسان لما بيتنفس يأخذ النفس بعدين إيه؟ يخرج في شهيقه في إيه؟ جفير من يخرج الهواء ويتفادن بأجزاء في الفم والحلق واللسان والشفاتين يحدث الإيه؟ تحدث تحدث الأصوات تقول الأصوات حادثة أو مش حادثة؟ بعملتين عملية الإيه؟ القرع والقلع يعني زي ما أنت تجدي تقرأ الباب لكن لو إذاك ما خبطتش حاجة الصوت يجي من أين؟ بعد ما إذاك تخبط على الباب تلتك في جفريش خشب ولا تقلع هذا القلع إذا؟ وده الكلام بتاع مين؟ بتاع الفلاسفة أما أهل السنة قالوا لا أثر للقلع ولا للقرع في إحداث الصوت ولكن عندما يتم العمل يخلق الله تعالى الصوت عندها لا بها يعني زي مثلا نزول الماء من السماء إلى الأرض فأنزلنا إيه؟ فأحيينا به به هنا إيه؟ يعني بالملابثة العندي هنا مش الباء لسه للواقبة وإلا معنى كده مثلا زي زي بحت بالسكين يعني معناها لولا وجود السكين لا تستطيع الذبح إلا بها كأن الله تعالى لا يستطيع إحياء الأرض ولا إنبات الزرع إلا بالماء جعلناه تعالى محتاج في أفعاله وهو له القدرة المطلقة يستطيع إحياءها بدون المرأة كما يستطيع خلق الجنين في أحشاء المرأة بدون واصبة وحصل تحرك بدون أي شيء لم يمسسني بشر لأن الله تعالى على كل شيء قدر فلو كان يحيي بها أو يخلق بها وهو محتاج في إيه؟ في أفعاله إلى الأدوات إلى المعالجات إلا الأشياء التي يحتاج عليها البشر كما يحتاج النجار إلى الأدوات النجارة في المعالجة جعلنا كل عم الكرفي كان أمهر نجار في العالم بدون أدوات النجارة هل يستطيع صناعة الكرفي؟ بلقى كده معنى كده شبهت قدرة الله تعالى لو قلت فيه أنه محتاج الحق صلى آلات إذا شبهت من بالحوادث معنا وتعالى يقول عن نفسه يقول للشيء كن فيقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن ثم فيكون إبقى هنا صرحوا بأن كلام الله تعالى الذي هو صفة له يستحيل أن يكون مؤلفا يعني مؤلف يعني مركب يعني مرتب لأن كلام المخلوقين هكذا فيه تقديم وفيه تأخير وتخلله التنفس والوقف والسكوت والروب والإشمام في لهواس في أدراس في مقاطع عندك الضاض عندك الضاء عندك الحمث والجهة لا يمكن صفة الله تعالى فتكون هكذا لأنه ده شأن مين شأن الحوادث وهو تعالى ليس كمثله شيء قف مع هذا النص المحكم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يبقى كلام الله تعالى الذي هو صفة يستحيل أن يكون مطلق على المعنين على الصفة وعلى اللغة وعلى اللغة الذي نقرأه ونكتبه ونتلوه ونحفظه في صدورنا يستحيل أن يكون مؤلفا من أصوات وحروف واتفق أما لما هو ليس لا أصوات ولا حروف واحده تحتارك يقول لك بالله عليك لا واحد مننا لا عنده صوت ولا حرف كيف نقول إنه متكلم ذلك مهنة كما أن الله تعالى لا يحاط علما بذاته لا يحاط علما بصفاته ولولا أنه تعالى أخبرنا في كتابه أنه متكلم لما جاز أن نطلق عليه هذا الصف قال تعالى وكلم الله ايه الصفة دليلها مش عقلي دليلها نقلي الصفات الثلاثة السم والقصر والقصر دليلها ايه نقل مثلا ورد في مثلا نقول من أسماء الله من أسماء الله من أسماء الله السميع البطير مش ايه يقول الله عليك مش هو سميعه بطيره متكلم لماذا لم يرد في أسمائه المتكلم ما فيش إنه أسماء الله ايه توقفيه إنني معكم أسمع وأرى ليس في أسمائه الرائح ولكن ايه البطير ما فيش المتكلم مع إنه الكلام من الصفات الأثاتية الصفات السبع ولم يرد في الكتاب أو في السنة اطلاق الكلام لله على أنه اس في فرق بين اسم والصفة في اسم في صفة وفي فعل فمثلا الأسماء نستطيع أن نحولها إلى صفات ولا نستطيع أن نعكس ما نحولش الصفات إلى أسماء وإلا كان قلنا ايه سميناه تعالى إننا كل اسم نأخذ منه صفة وليس العكس ما تعكش لأن الأسماء تحتاج إلى توقيف ايه معنى التوقيف يعني بتعليم الوح أوقفنا عليها الوح ولم نقف عليها بعقولنا أو بيه أو باجتهادنا ابدا صرحوا بأن كلام الله تعالى الذي هو صفة له يستحيل أن يكون مؤلفا بل أنه لو كان مؤلفا لكان متجزئا ومتبعضا وفيه تقديم وفيه تأخير وهذا ايه معناه أنه ايه حادث وأنه مشابه لكلام البشر يستحيل أن يكون مؤلفا من أصوات يقولنا أصوات نبتا عدم بمجرد أن ننطق ونسكت نسكت فن التاء إن عدمت فن الكاف إن عدمت قبل التاء فن السين إن عدمت قبل الكاف يبدأ لكنه أجلي فلا ينعدن ولذلك مالوش نهاية قل لو كان البحر مدادا لكلمة لنفذ البحر قبل أن تنفذ ولو جئنا ولو حتى بسبعة آلاف بحر حتى الآية الثانية لأنه ما ينفذ أو ما ينتهي أو يتلاشى أو يبيض هو المخلوق أما كلام الله تعالى ذلك ليس يتخلى له السكوت ولا وقف يعني مثلا بعض الناس المغفلين لما كنا في الخليج يقول يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك أنا عبده وإياك يقول لي ما ينفعش ليه أنا فكرت يقول لي مثلا تقف على رؤوس الآيسر نعم لكن هو متطور عشان تهم الحديثة قتمت الصلاة بيني وبين الصير فهم إنه رب نواجد فيك قدامه وأولا يقول الحمد لله رب يقول لك حمدان يا عبده لازم قلت بفرصة ربنا يرد عليك لما انت تقول لهم لما تقول لهم هرا بعض كده مش هيلحق ايه فوقعت ربنا على ايه واحد ايه امامه واقف شوفوا للجاه فأنا عمليه مش هعرف قالوا موافل فهمه إلى هذه مش حد مش حين فأنا اتناقش معه فقلت لي يا اهل هنا بصلي واحد ليه ده معنى كده كل واحد يصلي ليه رب خاص بيه واجه شوف كام بيصليوا في المسجد الثاني في الابو غضي مثلا في مصر وفي السودان كيف ربنا حيرج حتى لو كل واحد وقف نص ساعة على ايه او ساعة قال الحمد لله رب العالم راح نام وراح قال المالك مثلا ما فيني وطنة وبعدين خد ذلك وحنا الصلاة مش وقت واحد هنا بيكتبت التوقيت يعني معناها الناس بصلي للنهار وآلاف مؤلف ما فيهم فرحت له بعض ما فيهم انه هو كلامه ايه غير صحيح مش فاهم ايش فانه سلمة حمداني عبد ومسجة ده كلام خديم كيلة قبل ان يخلق العبد اما ليه اللي حيحدث حيحدث التعلق بتاع الصفة اثناء الصلاة مش الكلام نفسه وهو مدرس ايه مش فاهم ده صرحوا بان كلام الله الذي هو صفة له يستحيل ان يكون مؤلفا من اصوات وحروف قلنا الحروف معدودة كم حرب تسعة وعشرين تسعة وعشرين تسعة وعشرين خلافا للمبرز النحو قال ثمانية وعشرين ليه لانه جعل الهمزة سوى الالف حرفا واحدا ودليله قال ان في كل حرف في اوله الحرف له اسم وله ايه مسمى فمثلا كاف كاف مش هو الحرف وانما هو اسم الحرف وما الحرف وكاء جيم ليسوو الحرف هما الحرف امه جيم كان في كل اسم حرف في اول السفل يوجد الحرف. فقالوا في اول الالف توجد الهمزة. شو كده? شوف كده كلامه مبرز. قالوا الالف يبقى معناها الهمزة هي الالف. لان اول الالف همزة. فردوا عليه وقالوا له يلزم من كلامك ان تكون الهمزة. الها هي الهمزة. لان الهمزة في اوليها. همزة. كلامه مردود. قال الحمزة حرف. والالف حرف. جمع حرفين. والدليل على ذلك. انهما. احجب احدك مثال اواريك ان الهمزة قال الالف. سألة. ايه الحرف اللي معانا بعد السين? الهمزة. تائل. عندنا حرفينة. تاء الالف. وبعدها همزة. فكيف يكون الالف هي الهمزة واجتمع الشيء مع نفسك. في حالة انت تكون جاعد مع نفسك. يعني معناها في واحد جاعد. قلت اتنين. اذا الهمزة حرف والالف حرفي بدليل انهما يجتمعان. ولا يجتمع الشيء مع نفسك. وتبدل الالف عن الهمزة. كده? نعم. والشيء لا يبدل بالنفسك. بنبدل الهمزة الف. زي مثلا لما يعني مثلا سألة في قراءة ناس يقول ايه يا. سألة. ايه اللي حفظ? ابدل الهمزة ايه? ابدلها الف. ممكن تبدل الحمزة يا. زي اي توني. ممكن تبدل واو. ايش كده? يبدل الف حرف. والهمزة ايه? حرف. والحروف مخلوقة. لما الامام ابو ابو حنيفة النعمان رضي واحد بيقول له. بيجاد له كذا. انه ما فيش يعني كأنه مش معترف بان له خالق. يعني كأنه هو الذي ايه? اوجد نفسه. فقال له. اتستطيع. شوف العلمك ربنا يهديه من احيات كده? اتستطيع ان تقول با. قاله با. قاله با. قاله من ايدا خرجت الباق. قال من بين الشفتين. الشفتين الواو داع مني. من بين الشفتين. قال له. طيب. والخاء. حرف حلق ثم لادنى. الحلق اه اقصى الحلق همز ثم الوقت يتعلم الحلق. ادناه غين خاؤها. يعني من ايه? من ادنى الحلق يوجد حرفان الغين والخاء. قال لماذا لا تسرج الباق من ادنى الحلق والخاء من بين الشفتين. ففي الحال بحث. لانه لو كان خالق نفسه يقدم. يا خديمه هو عاوض. ما انت لعمل هذلك. فما تدرش خرس في الحال. حيقول لي. مدام انت الخالق ام خلقوا من غير شيء ام هم يخالقون. هات لنلقاء. حيا سهل. لان مش قلنا لك هاته في واحد ثاني هاته في كنت. ومع ذلك لم يستطع. واما مش ممكن لا يستطيع ادره. ولو حتى ان انفق جميعا انفق ما في الارض جميعا. عشان يحقق هذا الشيء لا يمكن. يصرح بان الصوت اه الصوت والحرفة حاذر. يعني مخلوق. واتفق المسلمون ايضا على انه اذا كان الكلام خد بارك نبيه كمان حل مشكلتان. ذلك اذا كان الكلام لا يكون الا صوتا وحرفا فانه يستحيل ان يكون صفة قديمة. ما احنا ذكر فيه مشكلة عاوزين نحلها. المشكلة سببها مين? سببها المعتزلة وسببها الجماعة. لانهم حصروا الكلام في الحروف والاصوات. فاذا كان ما فيش حروف وما فيش اصوات انجا ما فيش كلام. هي دي المشكلة. وهناك ادلة خامعة قوية صادعة على ان الكلام ليس منحصرا في الحروف ولا والاصوات. بل ان الحروف والاصوات في الحقيقة ليست هي الكلام. وانما هي تدل على الكلام. دليل الكلام. وليست هي الكلام. لانه فيه فرق في اللغة بين صوت وحرف وكلام. يعني فيه ثلاث اشياء مش واحدة بس. اه قالوا اذا كان الكلام اذا كان. ده افترات شررا. لا يكون الا صوتا وحرفا. لا يستحيل ان يكون صفة قديمة. لانه الحروف والاصوات ايه? حادثة ومخلوطة. فكيف يكون الحادث قديما? وكيف يكون القديم حادثا? بل ان كان كذلك فهو فعل من افعاله لا صفة من صفاته. ولم يخالف لذلك الا المجسمة. يعني قالوا اذا كان الكلام مصرين مصرين على ان الكلام ما يكون جرح حرف صوت. اذا في هذه الحالة ممكن ربنا سبحانه تعالى يخلقه. فيجعل سبحانه وتعالى الاحجار تنطق. الذي انطق كل شيء. وفي هذه الحالة لا يكون الكلام صفة لله. انما يكون الكلام فعل لله. يخلقه فيما شاء من ايه? من نسلوقاته. واضح كده? من اللي يخالف اونا? لم يخالف الا المجسمة. يعني المجسمة قالوا ان كلام الله حروف واصوات وقديمة. لانهم تصور الله تعالى جسما كجسم الانسان. ولهذا قالوا ان الحروف والاصوات قديمة. وبعد اتفاقهم يعني بعد اتفاق جماهير اهل الاسلام على القول السابق. اي ان الكلام صفة. هل احنا كمسلمين واهل سنة ومتابعين للحق. هل نؤمن بالكلام وننسبه الى الله تعالى على انه صفة ولا على انه فعل. خلاص. وكلهم مجموعون على ان الحروف والاصوات مخلوفة. يبقى معنا كده. يبقى نسبة الكلام الى الله على انه صفة وليس على انه ايه فعل من ايه من افعاله. بعد اتفاقهم على القول السابق اي ان الكلام صفة وليس فعلا وهذه الصفة ليست بحرف ولا بصوت. سموها ايه. سموها بالكلام النفسي وهو المعنى القائمة. ده اصطلاح. لكن بعض انا يقول ابو فين من القرآن الكريم وفين من السنة ان كلام الله تعالى كلام نفسي. يعني مش كلام لفظي. بتبالك انا مؤمنين بان القرآن كلام الله وهو الفاظ وحروف. ولكن مش مؤمنين انه هي الصفة. الصفة القديمة. اللي قائمة ايه? بذات الله تعالى. اللي هو المعنى النفسي. اريد ان نميز بين الحاجات دي عشان نفهمها. يبقى عندنا لابد ان نميز. او ان نعرف ثلاث اشياء. الكلام اللفظي المعهود. الذي نتخاضب به. فاقول لك الفاظا. قال تعالى ما يلفظ ما يلفظ من قول. ولماذا سمي اللفظ. اه اه. لانا السم يلفظه. يعني ايه? يخرجه. كده? زي شيء ملكوب. كده? يلفظه يعني ايه? يخرجه. يبقى الكلام اللفظي المعهود. اسمه ايدا معانا في التلحنة. اسمه كلام. بس الالفاظ وحروف. ولذلك المشكلة عندنا احنا قياس ايه? الغائب على الشهد. ما احنا لا نعقل ولا نعرف ولا ندرك الا الالفاظ والحروف التي نسميها كلاما. فمن قصورنا وجهلنا وبعدنا عن الحقائق قسنا الغائب على الشهد. فزي ما احنا بنفس انفسنا بهذا اه? شعرنا او مثلا اه اردنا ان ننقل ما عندنا الى الغيب الى الخالق. والله تعالى يقول ولا يحيطون به ايه. كده احنا نستفي بما ورد. يعني الله تعالى يقول واتلم الله موسى بهم. ولن توجد اية واحدة في قراءة ان شكشك وكلم الله موسى كتليه. ما فيش مثلا ايه مثلا ايه مثلا احدا من المسكين السيئ فاعيه حتى يسمع. ما فيش اية اثند في السماع الى موسى. انما اثند في الكلام الى مين? فدليل على ان الذي يسمع لا يكون الا فوت. وحرب. ونسب الله السماع الى المشرك. ولن ينسبه الى الكلمة. دليل اجمعناها لو كان السماع هو السماع اجمعناها المشرك يستاوي منذ لتايدنا موسى. ما هو المشرك يبقى كلم الله اجتمكن. اجمعنا المشرك عندما سمع كلام الله سمع الحروف والاصوات المخلوقة واصوبة القارئ. ما انت لو سمعت المنشاوي او الحفر او الشيخ عبد سمعت كلام الله. لكن صوت مين? صوت الله? ولا صوت عبدالباصل? يبقى هنا فرق بين كده وبين كده. انما اللي سمعوا سيدنا موسى حاجتان عزا مختلف عنها. وانا حتزاوى موسى مع المشركين مش مع المسلمين. وان احد من المشركين استيارك فاجره حتى يسمع. ولا يعقل ان المشركين فيسمع الصفة القديمة. وانا ما كان لموسى عليه السلام اي ميزة على غيره. انما اللي سمعوا المشرك واحد من الصحابة تلع عليه ايثين اننا انزلناه في ليلة القدر. تبدحنا كلنا كده بنسمع سلام الله. بس من مين? من القراء اللي ياخذوا منك عشرين الف وثلاثين. بتسمعوا من الايه? من المقرئين. او من الاذاعة والتلفزيون. او من اي انسان يطلع عليك ايه? القرآن. انما اللي سمعوا سيدنا موسى ذحية. مع انه ما ارادتش كلمة ايه? السماع. يعني بعض المعتزلة طبعا كان ينفي. الكلام. يقول لك مثلا وكلم الله موسى. يقول لك هي وكلم الله يعني معناها الكلام من موسى. فكان مين الهه? اسمه? الا اذاق الله لما قال له تعالى يابنى اللخناء كيف كيف تفعل في الاهة الاخرى? ولما جاء ولم الآية وكلمه ربه. فشكك. الكلام عندنا نتبه او ميز بين ثلاثة اشياء. كلام اللفظي المعهود لنا جميعا. وفي حاجة تسمى كلام غير اللفظ. اللي هي ايه? يسموها كده احاديث النفس. اش في حديث اه نبعه اللي هو بتاع اه ان الله تجاوز عن امة القرحة. وما حدثت حدثت به ايه? لان حديثا نفسي يسمى كلاما. قال تعالى وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ فِي أَنفُسِهِمْ في أنفسهم. يعني معناها اهي رأيك هوك نفسه يتكلم مع نفسه كده. لفي همس ولا في اقلاق ولا في استعلاء ولا في حق ومع ذلك حديث النفس اسموه كده. وبذليل قولي تعالى فأسرها يوسف في نفسه ولم يبهها لهم قال انتم شر مكانا والله العبارة بانتم شر مكانا مش ديه حروف وفينا تقديم وهي فين? في النفس. في النفس. يبقاه في حاجة تاني يسمى كلاما حديث النفسي غير الكلام اللفظي ليه? المعروف. وفي حاجة تالتة. يبقى ايه؟ عايزين نشوفة اطلاقات كلها. يبقى اول شيء الكلام اللفظي وبعدين تصور النفس للصور الحروف والكلمات لان الحديث النفسي عبارة عن تصور النفس للحروف والكلمات وترديدها وتكليمها بها. وهي في الحقيقة تقديرات العبارات اللسانية. يعني زي ما كأنه انت زي سيد بن عمر في في موضوع التعطيفة. راح كده ايه؟ عبارات كده ورتب معاني جميلة جدا عشان يحل الاشكال. ولكن سبق من? في اذن او بس. فقال كنت زورت في نفسي كلاما. فوالله ما ترك ابو بكر كلمة كنت اريد ان اقولها الا قالها. مش كمان يعني جملة. قاله ولد يعني كأنه يعني 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 لقب الحاجر مسخ مسخة من النفس ورح ايه؟ زور اه. يتجال كان في صدر سيد بن عمر هل معبول في داخل الانسان في اصوات وفي لسان؟ يعني كيف يعني معناها هتنتقل كيف الى اذن؟ يعني معناها هنا مفيش حروف والأصال. لكن في ايه؟ في تقدير للحروف والأصال. ده الحديث الايه؟ يعني في حروف والأصوات ولكنها مقدرة. بخلاف الكلام اللغة مش مقدرة هذا حقيقة. واضح؟ في حاجة تلك. المعنى الكامل في النفس وراء هذين المعنيين. اذا 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 هنا لما اطلقوا الكلام النفسي. لما ارادوا وقف الله تعالى الصفة النفسية وقالوا كلام نفسي. ما ارادوا احاديث النفس. لانها في بعض الناس قلت لكم. لكل انتان مخلوق عنده احاديث. بقى معنا كده ده انت تبقى اكمل من الخالق. ده انت عندك كلامين. عندك كلام لفظي. وعندك كلام نفسي في نفسك. والخالق ما ده انت تجعل كلام نفسي فقط. كيف ده؟ قلت لها ده في معنى كانوا وراء هذين المعنيين. الذي لو لاه لما كان المعنى الاول ولا المعنى الثاني. اللي هو ايه؟ حاولوا قالوا ما كده. هو يعني محاولة فهم. لان العقول كلنا لابد ان نؤمن بثلاثة اشياء بمحدودية الفهم. ومحدودية العقل. ومحدودية. ذي محدودية السمع والبطر. يعني مثلا انت هل تستطيع ان تبصر الا لمساة محدودة. اشينا. هل تستطيع ان تسمع الا بحدود. انما ما عندك شيء. فلابد ان تكون للعقل محدودية الفهم. طب اذا عجز العقل عن ذلك. هذه هي حقيقة الايمان. العجز عن الادراس نابد ان يعترف بعجزه به. لانه دي اشياء فوق علمه. وفوق قدرته وفوق عقله. بس بنقر بس عشان نرد على مين؟ على المشككين والمخالفين. يعني كان مذهب اهل السنة والجماعة في صفة الكلام مذهب حغاري. عشان رد ايه؟ الشبه اللي عنده ما كان تكديري. لان المسألة فوق ذلك. محدش يستطيع وقررها الا الله. ولو قررها لنا في كتابه لما تحملتها ولا فهمتها اقول. فدلنا على ايه؟ ما نستطيع ان نفهمه. فمش مذهب يعني معناه يقول له كلام الله نفسه ابنش بيقربه كده. ده رد على مين؟ على المعتزل الذين قالوا ان الكلام لا يكون الا حروفا واصواتا. قال له تعالى عندنا الكلام ثلاث اشياء. وفي اللغة العربية الشاعر الجاهل الاخضر قال كده ان الكلام لفي الفؤاد. فانما جعل اللسان على الفؤاد بجليل. ده اللسان ببيضين. يعني عارف الكتابة في اللغة العربية اسمه ايه؟ كلام. والاشارة. الاشارة اسمها كلام. فخرج على قومي فاوحى اليهم انت. عشار. لانه لان ربهم يقول له علاك فعلا تكلمناك ثلاث ليال ثوية كيف ما يتكلمش وكيف يقولهم انت بيحوه. قالك بالاشارة اشار اليه. قال بيده. قال بيده يعني عملنا في اصدق. ده ما عمل لكم كده يعني جوم. او كده يعني اخرجوا. او كده يعني اقتلوا انفسكم. مثلا يعني. يبقى ممكن الكلام يكون بالاشارة. وممكن الكلام بالكتابة. وممكن وسائل كثيرة بالكلام مثلا. ماذا كده؟ يبقى معناها الاشارة تسمى كلام. كما قال تعالى ايه؟ في سورة الكهر. حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما. لا يسراجون يفقهون. في قراءة يعني يفكهون. يعني عندهم ثلاثة ما عرفوش يسرجوا حرب. وبعد رأى قال ايه؟ قالوا يا ذا القرنين ايه واحد. جملة. قالوا اما يأجوج وما أجوج. قال لك قالوا بالاشارة. يعني انهم ما يستطيعوش استلموا باللسان. نعم. يبقى الاشارة اسمه ايه؟ كلام. يبقى هنا عندنا كام معنى قلناهم؟ ثلاثة. فقد يظن البعض ان المراد بالكلام النفسي لما نصف كلام الله تعالى بان صفة الله تعالى الازلية القديمة بان كلام نفسي. يظن البعض ان المراد المعنى الثاني. اللي هو احاديث النفسي التي عندنا. والتحقيق ان هذه الامور لا يتصور وجودها مع عدم العبارات اللي ثانية. ده الرد الجميل ده. يعني اذا كان واحد من الناس يظن ان الكلام النفسي المراد بالنسبة الله المراد به اه كما يراد باحاديث النفس عند العبد. نقول له تعالى. احاديث النفس دي. لولا ان هناك عبارات لثانية. هل توجد هذه الاحاديث؟ لا توجد اصلا. يبقى معناها وجود دي مرتبط بوجود ايه؟ الاخرى. انما المعنى الثالث اللي وراء هذين المعنين لا يرتبط بوجود الاول ولا بوجود الايه؟ الثاني. ومثال هذا هنديك مثال يبقى لك انه مش المراد بالصفة النفسية احاديث النفس. هذا المثال هو الافكم. الذي لا يتكلم. اصلا يعني ولد ما عندوش ايه اه قدرة على الكلام. اكد. ولم يسمع رسومه اشكاله الفاظ وصور الحروف. يبقى اذا ما عندوش عبارات لسانيه ولا عندو قدرة على التعبير. لكن. الا الا نقبع بانه متصف بالكلام. الذي هو صفة لذاته. ومش عندو معاني. مش عندو حاجات بتجيش في صدره. اريد تحقيقها. مش عندو مطالب. اهل معاني القائمة في نفسه التي لا يستطيع التعبير عنها لا بلسانه ولا ببنانه. هي في الحقيقة هي الكلام. وحنأتي بال بالادلة على ذلك. يبقى الافكم الذي لا يتكلم. ولا يعلم رسوم واشكال وصور الحروف. ومع هذا نقبع بانه متصف بالكلام الذي هو صفة لذاته. كذلك الذي لا يعرف اي لغة. هات لكذا انسان لا يعرف لغة. ولا خضرت له العبارات اللسانية. اه فلا يوجد عنده احاديث نفس. يعني ما عندوش لغة ولا ما عندوش احاديث نفس. ولكن توجد معاني عنده نسميها نطقا نفسيا. او كلاما نفسيا. وهي مدلولات الفاظه لو تعلم لغة ما. ونستطيع ان نمثل بمثال بسيط يوصلنا الى حقيقة الكهم. ان الطفل. خلنا في الطفل التغير. الطفل لسه وهو ربيع. لا يعرف النطق. وليس عنده لغة. ولكن يشعر في نفسه يريد ان يعبر عن مطالبه وعن احتياج احتياج نفسه اذا جاء يريد غذاء يريد دواء يريد ان ينام يريد كذا. فكيف يعبر عن المعاني الموجودة في نفسه يعمل يصرخ او يبكي. فصراخه وبكاء لغة تترجم عن معاني يريدها. فاذا صرخ امه تنتبه. اول حاجة توديه مباشرة على السدي. اذا رفض ده عود حاجة تاني. لحد ما تعرف تترجم الصراخ ده الى ايه? عندها كذا وسيلة. عندها السدي. عندها مثلا نوم. اه عندها. ممكن هو مش عاوز يقفل يشرب. عاوز يتتقل عاوز يتحرك. عاوز يميلها الجنب تاني. فطرق تحطها على كيف يروح ساكت. ها? سمين? سمي حطها يروح يصرخ تاني. يعني معناه مش عاوز يجلس الجلسة. شو كلمة مش عاوز يجلس هذه الجلسة او يا نعم. مش دا ايه دا. ايه مش معاني دا ايه? ترجم عنها بصرافي او ايه? طب بعد شوية لم نعرف يتكلم مش هيسرخ. دا حيقوله بالكلام. افرض ما ارشي الكلام. هيشير من الاشارة. يعني يستطيع باي وسيلة. يبقى هذه الوسائلية الصراخ والبكاء والاسواب واللغات والكتابة والاشارة. مش هي الكلام. انما الكلام هو المعاني التي يريدها الايه? الطفل القائمة في نفسه قبل ان يعرف اي لغة ولا اي صوت ولا اي حرف. فعندما يصرخ اه? او يبكي او يفعل اي وسيلة ممكنة له فهذا يدلنا على ان الكلام النفسي موجود وحقيقي. الكلام دا معناه ايه الذي قلناه يريد اهل السنة ان يقول لنا ببصابة ان الكلام ليس منحفرا في الاصوات والحروف كما قال المعتذرة. والدليل على ان هناك احاديث نفس ووراء احاديث النفس معاني كامنة وموجودة ايه? في النفس. بل بالله عليك في معاني في نفس الانسان لا يستطيع ان يعبر عنها ابدا. وذلك قالوا الصحابة نجد في انفسنا ما يتعاظم احدنا ان يتفوه به. يعني ممكن يكونوا بس الرسول امن الموحى ايه فيهم ايه اللي يتعاظم ان ايه? ان يتكلموا به? مع انهم لم يقولوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال او قد وجدتموك? قال ذلك ايه? محض او صريح ايه? الايمان. مدمت انت في قلوبكم ايه? فعظيم لمن? من الخالق سبحانه وتعالى. اذا انقرروا لنا ان الكلام ليس منحفرا في ايه? في الاسوات والحروف. اذا لما اهل السنة والجماعة او اهل الاسلام بصفة عامة يطلقون على الله تعالى انه متكلم. اذا يريدون معنيين اثنين لا ثالث لهما. واحد. هناك صفة له تعالى قائما به ليست بحرف ولا صوت وهي الكلام النفسي وبها يسمى تعالى متكلما. ثانيا انه توجد الفاظ وكلمات تصدر ابتداءا بتخليقه. شكنا? بتخليق يعني هنا مخلوقة. واحداثه وتنسب اليه تعالى ويسمى بها متكلما لذلالتها على بعض متعلقات كلام نفسه الازلي. يبقى اذا قلنا عن الله تعالى انه متكلم يبقى معناها الصفة النفسية التي ليست بحرف او معناها الالفاظ والحروف التي لها بداية ولها نهاية والتي كانت بتخليقه تعالى افتداءا دون واقفة حتى الملك. بدليل احنا بنضيف الكلام الى الله تعالى القرآن مباشرة مع انه له بداية ونهاية وحروف واصوات. لما يجي واحد يقول انت كده كأنكم عملت زي ايه زي الحديث قلت قلت ايه اه المعنى اللي هو من عندي ايه واللفظ ليس من عندي الله. مدام انت قلت الالفاظ مخلوقة قل له خد بالك صح انها مخلوقة لكن هل مين اللي خلقها مين اللي افتدأ خلقها مباشرة لم تبص الى الى حتى ليست من تعليف جبريل ولا من تركيز جبريل بدليل ان الله تعالى رد على المشكل لما قال ايه اه ان هو الا ايه ان هذا الا قول البشر وليس قول بشر وليس قول ملك. خلاص كده? وايضا ليس ايه قول بمعنى لفظ لله ام ملي منه. قال لك لانه تعالى انشأها كده بخلقه ها? ولكن من اللي بلغها بلغها الملك? لا تقول لي كده القرآن الكريم ده مش ربني قال انه لو قرآن ايه مجيز في ايه? يبقى القرآن في اللوح. اذا كان اللوح نفسه مخلوق. يبقى ما في المخلوق يبقى ايه? مخلوق. يبقى المكتوب في اللوح ذه. اللوح نفسه مخلوق ولا اللوح خالق? مخلوق. انه يبقى اللي قائم بالخالق ايه? الصفة القديمة. مش اللغ. يبقى اذا اضيف الى غير الله تعالى ان الى اللوح او الى الى الملك. مثلا قال تعالى احنا ما نقول القرآن قول ربنا او كلام ربنا. مع ان الله تعالى يقول في سورة الحق انه لقول رسولي. ها مش كده? فلا اقسم انه لقول الالفاظ جاء بها الرسول اللي هو الملك جبريل ليس من نفسه. ولكن خلقها الله له وابتدعها له وبلغها. دون ان يكون له دخل في تركيزها ولا تركيزها ولا ايه? تأليفها ولا تصنيفها. يعني بلغها كده. خدها من اللوح المحفوظ. لان ما في اللوح اهل مخلوق. لان اللوح نفسه. وما قام بالمخلوق لا بد ان يكون مخلوقا. وإلا حيلزم قدم اللوح. نعم. او عدم خلق اللوح المحفوظ. ده اذا كان اللوح المحفوظ اللي هو قبل المصحف عند الله تعالى. اذا المصحف الاسم طبعينه وانت جايب مطبع بنفسك وانت جايب الورق ومستوردي وقفصيته واشلت منه. اذا ده ماش مخلوق ده? ولو كان الورق وليس مخلوقا. هالك في صبيع القفص والزيادة والنقصان? نعم. وبهذا يكون اهل السنة والجماعة قد اخذوا من كل مذهب احسنة. وردوا باطلة. يعني معناها اخذوا احسن ما عند المعتزلة. واحسن ما عند الكرامية. واحسن ما عند غيرهم. ولا يكون مذهبهم مجرد تلفيق. كما يتهمهم بعض الناس. لان الله تعالى يقول في سورة الزمنة بعد قل يا عبادي يقول ايه? واتبعوا ايه? احسن ما انزل اليكم. مع ان ما انزل الينا اه من ربنا كل احسن. لانه ما فيش مثلا ايه? يعني ايه? يعني انا اتبعوا الاحسن. وما تتبعوش الحسن مثلا. خدوا الاحسن. الذين اتبعوا فاتتبعون ايه? احسن. احسن. قالوا هدى كل من عند الله. لان استطاب المين لجميع المكلفين. وفيهم اهل الكتاب. والتوراه والانجيل. هي ايه? هي حسنة. لانها من عند الله. ولكن القرآن احسن. لانه الكتاب المهيم. يبقى معناها التوراه حسن. والانجيل حسن. وكل ما جاء من عند الله. لكن ايه الاحسن? القرآن. لانه هو الكتاب الذي نسخ. وهيما على ايه? جميع ما قبله. يبقى اخذوا اهل السنة من كل مذهب احسن. وردوا باطلة. وليس مذهبهم مجرد تلفير. لانهم قالوا بما لم يقل به المعتزلة. او بما قال به المجسمة. تابعين اللي قالوا المعتزلة. المعتزلة قالوا ان الكلام ده حروف اصوات. ويخلقها الله تعالى في غيره. يعني في الحقيقة عند المعتزلة لما جاء موسى نوذيه من شاطع الوادي الايمن في البقعة المباركة من انيا موسى. قالوا فعلا سيدنا موسى سمع العبارات دي. وسمع هذه الاصوات. لكنها ليست سفى لله. والله تعالى خلقها في الشجرة. كأن النداء عندهم طذر من مين? من الشجرة التي كلمت سيدنا موسى. قال الذي هو متصف بالكلام حقيقة عند المعتزلة. هو الشجرة. هو الشجرة. مش موسى. مش 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 الحق. يعني كأنه ربنا تعالى خلق ما يريد ان يبلغه الموسى في حجر في شجرة في خشبة في ملك في رسول. ورح بلغوا ايه? الكلام. هذا هو اه فهم المعتزلة لصفة الكلام. اما عكسهم اللي هم المجسمة. قالوا لا. ده الحروف دي يقول يعني كأنه ربنا عندهم له صوت. هه? وله حرف. وانا مرة سمعت والله واحد بيقول كده في بزل في الحد. بيقول يعني. يا سلام لما احنا نسمع القرآن بالاصوات الجميلة. الرقيقة زي من القرآن في اصواتهم. فما بالك لما نسمع في الجنة من السيد نجيب. وكمان ما اجمل وما اعذر لما نسمع بصوت رب العالم. نسب الصوت الى الله. مع ان الصوت عدم. وله بداية وله ايه? وله نهاية. وكان فرحانه مقصود انه قال لما اسمع صوت ربي حيغشى عليه من الايه? التعلق ويذكر في دواق رب من الايه? الفرحة. من ان جد? هل يوجد في القرآن صوت لله? ولا في السنة? حتى الحديث البخاري ليس فيه الضمير. ليس فيه بصوته. يعني لم تسند له. الاصوات الى الله تعالى. يبقى هذا ايه? اهل السنة اخذوا لهم قلنا من كل مذهب احسن. لم يقولوا بما قال به المعتزل ولا بما قال به مين? اه? المعتزل. انما قالوا بايه? بمعنيين. قالوا ان اردنا الحروف والاصوات فهي مخلوقة بلا شكل. لانه فيها تأخير وتأخير وتحتاج الى مخارج والى لغات. يعني حتى يعني مثلا لو قلنا القرآن ده باللفظ بلفظه خد بالك من الحسد فيه مشكلة خطيرة جدا. لو قلنا بان القرآن الذي نسمعه هو الصفة القديمة الازلية يلزم من هذا ان اللغة العربية قديمة. مع انه فيه مشاكل بين ابن مالك وبين سيبوريه. يبقى السناء. معناها كده لغتنا دي. وحيبقى على السيتي ابن مالك قديمة. والاشموني وكل. يبقى حيحدث مشكلة خطيرة. لانه الحق تعالى لا يوصل باللغة. يعني اللغة من واضع البشر من الحوادث. محكاة لي. ليست ايه قديمة. يبقى ربنا الحواد يقول انا جعلناه جعلناه. شكرا؟ جعلناه عربيا. فهذا للنفذ والحادث والمخلوق لان ما كان مجعولا لابد ان يكون مخلوقا. يبقى الجعل ده في اللفذ مش في الصفة. لان الصفة القائمة لا يوصل لا فيها لغة ولا فيها تقديم ولا فيها تأخير ولا حرف ولا صوت. فاللغات والاسوات توجد فيه في الالفاظ. وليس في الصفة القديمة. يبقى مقصودهم بالكلام النفسي. مقصودهم بالتمثيل. لما يمثلوا لنا بالانسان. انت كالانسان ليك كلام لفظي. ليس المراد تقرير ما عند الله تعالى انه كذلك. كما عند الانسان. وانما المراد به التمثيل لتقريب التفهيم والرد على المخالفين. وبرهانا. اه. قيام البرهان العقلي. على وجود الكلام النفسي في الشاهد. فكيف نمنعه في الغائد. انت يا جماعة يا متمسكين بما في عقولكم. لما جعلتم انه الكلام منحاصر في الالفاظ بس. ومنعت المعاني النفسية. وقلتم بها للأسف في الانسان. جعلتم الانسان له كلام نفسي وكلام لفظي. فلما منعتموه في الغائب. شفت كده الرد عليهم. يعني معناها ده رد على المخالف. رد منهي. حواري عقلي. انتم قررتموه. اي الكلام النفسي في الشاهد. فلما منعتموه في الغائب. ثم قررتم. او حصرتم الكلام اللفظي في ايه? الكلام في الالفاظ والحروف. وهذا في ايه في الشاهد. فلما وصفتم به القديم. ايه هم على اي حال من الاحوال ايه? على باقه. نعم. وعلى سوء في المعتقد والفاق. اخد بالك. اذا ضل الانسان في العقيدة فانه يضل في كل شيء مهما بلغ من التقوى والصلاح. لابد ان يكون على خبر. لابد يكون في مهما كان. اذا لم يحرر هذه المسائل تحريء او حتى يسكت عنها. يعني يتوقف فيها. لا يقطع فيها اذا اشتبه عليه الامر. يعمل ايه? فليقطع بما عند الله فيكون ناجيا. كما قال الامام الشافعي رضي الله عنه امنت بالله. وبما جاء عن الله على مراد الله. وامنت برسول الله. وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. يعني اذا اشتبه الانسان. ولم يستطع عقله ان يقبل هذا الشيء. فليقل اه? اقضع بان الحق هو ما عندك. وامنت بما هو عندك دون ان اعرفه. وخلص. افضل ما تروح وورك لانه وورا التلفزيون وورا الله. والدخل نفسك مصيبة ليه. خليك ايه? مع التفويض. والتاني حيقول انا ما عرفوش ولا شوفوش. ده هو اللي شافني في التلفزيون. انا ما شوفوش هو في الشاشة نشش شايفك. دمت اللي شايفك. فحيتبرى منه. فحيتبرى منه ومن التلفزيون الوضع الجوه. ومع هذا ففي اثباته تعالى. يعني مع مع انهم اقروا وقرروا بالكلام النفسي. ولكن ليس كما هو الشأن في كلامنا نحن نفسي. بأن كلام النفسي احنا اعراض وخواطر. فكيف نصفها لله? بس كل ما في ارضا نقولهم يا جماعة افهموا. الكلام ليس منحفرا فيما قلتموه. بحثل اللغة والعقل في اقسام. ولكن انتم منعتم الاقسام الثلاثة ولم تقولوا الا بقسم واحد. فمع هذا ففي اطلاقه على صفة الله تعالى ان الكلام نفسي على وجه يليق بجلاله تعالى. كما ان في اطلاقنا على الانسان بان له كلاما مكين بما يناسب مخلوقيته وبما يناسب شأنه. فهذا ايضا بما يناسب جلال وما ينبغي لله سبحانه وتعالى. قال الامام السنوسي في شرح السنوسية يقول كلام جميل يقول كلام الله القائم بذاته صفة. القائم بذاته صفة. ادلية. ليست بحرف ولا صوت. ولا يقبل العدم. ليست بحرف ولا صوت. وما ليست بحرف بحرف. ولا صوت. ولا تنعدن. او ما اللي هو ايه? ذلك هو ايه? الله ادلية. لا نعلم ذاته. يعلم ذاته تعالى وصفاته. ونحن لا نعلم. قال الامام السنوسي. اه كلام الله القائم بذاته صفة. ادلية. لا حرف. اه? ولا صوت. ولا يقبل العدم. اه? وما في معناه من السكوت. يعني لم يرسي كلام الله تعالى القائم بذاته صفة. ادلية. ادلية. ليست بحرف. اه? ولا صوت. ولا يقبل العدم. ايه العدم يعني الانعدام. يعني بعد ان يتكلم فينعدن كلامه. هذا في شأن المخلوقين. وليس في شأن الخالق. لا يقبل العدم. وما في معناه من السكوت. فلم يرد في كتاب او في سنة انه تعالى يوصف عند عدم الكلام بالسكوت. يقول لا لك. كلمة عدم الكلام بحرم من قولها تحاورا. لا يوصف تعالى بانه ايه? يتكلم ويفكت. يعني عندك ما فيش كلام لا. لانه صفة ازلية. والازلية لا ينعدم ولا بداية ولا نهاية. يعني لن يزل تعالى متكلمة. شفت كده? المذاهب الاسلامية الموجودة عندنا المعتجلة. لما قالوا يخلق الكلام. كده? يعني ما معنى متكلم عند المعتجلة. اي انه خالد للكلام. يعني اذا اراد الله تعالى ان يكلم انسانا. فانه يخلق الكلام مثلا لما كلم موسك قلق الكلام في الشجرة. وعندك ايضا في الشورة. واضحة اخر اللي شورة. وما كان لبشر ان يكلمه الله. الا وحيا. او اه? او يرسل رسولة. يعني معناها دي. اه? الطرق دي. لتوصيل المعاني الالهية. يبقى معناها لما قال واحد. اه? او ايه? او ايه? او يرسل رسولة. هل ذكر هنا حرف وفوت? انا انا مش عارف منين جابوا الكلام. من اي كتاب او من اي سنة. الا انهم واقفوا عند ظواهر النخوص. ولم يتأملوا فيما وراء. شوف خد كده. لا لا يقبل عدم. وما في معناه من السكوت. يعني معناها لا يوصف تعالى بانه لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في السورة ولا في الانجيل بانه تعالى يسكت او ساكت. هل يمكن يكون كلامه من جنس كلام المخلوقين حرف. لانه ما اذا كان الكلام حرف وصوت لابد ان يتخلى له السكوت. هل في واحد مهما كان نفسه حتى ولو كان نفسه ساعتين. هيتكلم مع ربولك مش هايسكت خالب مش هايسكت خالب. مش هايسكت خالب. مش هايسكت خالب. مفيش خالب. ده معناه ده بالنسبة لنا. انما الصفة الثانية فوق ما نحيط. فوق ما تحيط به العقول. اذا كان لا. ليس في معناه من ايه? من السكوت. ولا التبعيض. ايه معنى التبعيض? يعني معناها انت بتقول مثلا جملة. بتقولها كلمة كلمة تباعضها يعني. اذا جاء محمد. تقول ايه? اذا. جاء محمد. فعملت يعني. ضعبت الكلام. يعني خليت الكلام بتاعك اضعب. ما فيش كده عند ربك. ولا التقديم ولا التأخير. فانت اذا قلت باسم الله الرحمن الرحيم. لازم تقدم باسم. وتؤخر لفظ الجلالة. بعدين تجيب الرحمن. وبعدين الايه? اذا فيه كلامك فيه تقديم وفيه تأخير. تقدم ايه? تقدم الموصوف على الصفة. تقدم المعبوص عليه على العقل. تقدم المبتدع على الخبر. لكن هذا لا يوجد في الصفة الالهي. ما فيش فيها تقديم. لانه لو كان هناك تقديم وتأخير. بقى معناها المقدم ها? هو الاول. والمؤخر هو الايه? التاني. ابقى معناها الكلام ده في بداية وفي نهاية. وكلامه تعالى ازليه. لا بداية ولا ايه? ولا ايه? ولا نهاية. ولا التقديم ولا التأخير. ثم هو مع وحدته. يعني كلامه تعالى ايه? يتصف بالوحد. ايه الوحدة? يعني ما فيش تقديم ما فيش تأخير ما فيش ترتيب ما فيش تعاقب. اه وهو مع وحدته متعلق ايدال ازلا وابدا على جميع معلوماته. لان الشيخ بيقول ايه? العلم جزما. ها? فالعلم جزما والكلام التامي تعلق بسائر الاقتامي. يعني الكلام متعلق به والعلم. كل صفة من اختفات الالهي صفات المعاني لها متعلق. ما عدا صفة واحدة فقط. لديه الحياة. القدرة لها تعلق. والارادة لها تعلق. السمع له تعلق. والبصر له تعلق. لكن من الصفات ما يتعلق ببعض الاقتام دون بعضها. ومن الصفات ما يتعلق بالاقتام كلها. ايه اللي يتعلق بالاقتام الثلاثة? العلم والكلام. لا. فالعلم جزما والكلام تعلق بسائر الاقتام. ايه هم الاقتام الثلاثة? الجائد والواجب والمستحيل. ومتعلق يعني دال ازلا وابدا على جميع المعلومات التي لا نهاية لها. وهو الذي عبر عنه بالنظم المعجز المسمى بكلام الله حقيقة لغوية. يعني ايه معناه في اللغة? في حاجة مال مشترك في اللغة. المشترك يعني في مشترك لفظي في مشترك معنى. يعني معناها لفظين يشتركان في معنى. اه? او يعني اللفظ واحد. اشتراك في اللفظ. ولا في الاستلاف في المعنى. مثلا في قولي تعالى ان الله وملائكته يصلون. اللفظ واحد. يصلون. يعني الله يصلي والملائكة ولكن المعنى غير واحد هل الصلاة من الله زي الصلاة من البشر هو الذي يصلي عليكم والملائكة فالصلاة اضيفت الى الله اللفظ واحد وزيك الامام الشافي قال عليه هذا مشترك معنى المعنى هنا غير المعنى هنا لكن اللفظ واحد وكما في قولي تعالى الكموم مشاكلة وجزاء سيئة سيئة شانا مش سيئة مشاكلة وكذلك نسو الله ليندك السر في المعنى واحد يعني عملهم بمقابل يعني النسيان هنا معناه الإهمال يعني عملهم بجنس ما يريدون يبقى خذ بارك انه خلص الذي ايه عبر عنه بالنظم المعجز المسمى يعني معناه يعبر عن الصفة النفسية بما هو موجود او مكتوب في المصاعف حقيقة اللغوية لوجود كلامه فيه بحسب الدلالة لا بالحلول ويسمى ايضا قرآن وكن هذه الصفة وسائر صفاته تعالى محجوب عن العقل كذاته تعالى وصفاته الباقية يعني مثلا وصلنا الى شيء مقرب للعقول انه اشتراك في ايه في اللغة بين معنين اذا كان هنا يسمى كلام وهنا يسمى كلام بيال حقيقة التي يريد الله تعالى قال لك هذا محجوب ايه عن العقول وما يوجد في كتب علماء الكلام من التنسيل بالكلام النفسي في الشاهد عند ردهم على المعتزلة القائلين بانحصار الكلام في الحروف والاصوات لا يفهم منه التشبيه بكلامنا النفسي في الكل وكيف يتوهم ذلك وكلامنا اعراض حادثة يوجد فيها التقديم والتأخير وطرو البعض بعد عدم البعض الآخر فلم يقع الاشتراك بينهما الا في ان كلامه تعالى النفسي وكلامنا النفسي الا في هذه الصفة السلبية وهي ان كلامه تعالى ليس بحرف ولا صحة امجمعناها عندما قالوا كلام الله تعالى النفسي وكلام نعمل نفسه باي المفترك بين الاثنين لا ان هذا هو كلام النفسي احنا كبشر ما فوش حرف صوت وكلامه تعالى النفسي لا حرف فلم يقع الاشتراك الا في النفسي وليس في التمثيل في الكنه يعني من حيث ان كلامنا لا نفسي لا حرف ولا صوت فاشترك معه الكلام النفسي بالنسبة لا في النفسي وليس في التمثيل او في الكنه او في الحقيقة لان ذلك فوق عقولنا وفوق مستويات ادراكنا مهما كانت فما هي الحقيقة الحقيقة لا يعلمها ايه الا الله سبحانه وتعالى فاذا تقرر ذلك وان كلامه تعالى النفسي ليس بصوت ولا حرف ولا حديث نفس كما هو حديث النفس عند الانسان وان القرآن الكريم يطلق على امرين على الكلام النفسي وعلى الكلام اللفظي المنزل على سيدنا محمد تعالى في العرض في القرآن ها الكلام اللفظ اولا مثلا اللفظ العربي ها المعجز هذا التعريف ينطبق على ايه على المخلوق اللي هو ما بين دفتين المصحف ولا ينطبق على صفل ايه القديمة الازلية اول كلمة في التعريف اللفظ والكلام النفسي ليس ايه ليس له لا بيبقى القرآن يطلق على ايه على امرين على النفسي كيف يطلق القرآن الكريم على النفسي مع ان النفسي ليس حرفا ولا صوتا مع ان التعريف الموجود في الكتب عندنا لا ينطبق الا على الحادث المخلوق يطلق باعتدار الدلال ان هذه الالفاظ والحروف المخلوقة تدل على الصفة النفسية القديمة ولذلك لما قالوا العبارة الموجودة للبخار والامام احمد في كتب السلف القرآن غير مخلوق وضعوا هذا القيد فقالوا القرآن كلام الله غير مخلوق يبقى القرآن اللي هو غير مخلوق اللي هو باعتباره انما باعتبار الحروف والاسواك لا يمكن ان يكونوا ارادوا هذا المعنى ولذلك لا تجد في كتبهم او في عباراتهم القرآن غير مخلوق ولكن تجد هذا القيد القرآن فكأني انا لو سألتك لماذا قيدوا لماذا وضعوا هذا الوصف وقالوا القرآن كلام الله والقرآن لا يكون غير كلام الله او كلام منه فوضع القيد ليفرقوا بين المعنيين وليبينوا لك ان المراد غير مخلوق هو الصفة النفسية القائمة بذات الله اما الحروف والاسواك فانها حادثة ومخلوقة لا شك يبقى القرآن يطلق على ايه على امرين على الكلام النفسي وعلى اللفظي فمن اللي نزل على سيدنا محمد نزل اللفظي ولا نزل النفسي مدام توصف بالانزال انا انزلناه وصف القائمة بذات الله تعالى لا تنزل التنزيل الجفين في المخلوق اللفظي وانزلنا الحديد فيه زي انزلناه في ليلة القدر يبقى الموصف بالانزال مش هو الصفة وانما هو ايه اللفظ يبقى بهذا القرآن لفظ مشترك يطلق على المقروء ويطلق على القرآن الذي هو حرف واصوات والامام اللي هو اسمه المواقف الايه قال هناك فرق بين المقروء وبين القراءة وبين المسلو وبين الايه يعني عاودي يقول لك المسلو قديم واستلاوة ايه حادث يبقى القرآن لفظه مشترك يطلق على المقروء ويطلق على القراءة ولما وقع الاشتراك في الاسم او اه ارتفع التوارد بالنفي والاثبات على مورد واحد فانما اثبتوه معجزة المعجزة ده القرآن اللي هو معجز متحدة مش هو القديق الصفة القديمة ده هو المخلوق لان المعجزة فعل مش كده المعجزة مش صفة المعجزة فعل ما راضح كده اه ما اثبتوه معجزة لا نثبت له القدم وما اثبتنا له القدم لا يثبتونه معجزة يعني احنا بنثبت ان القرآن فيه اعجاز لكن بنثبت لمين للصفة ولا للمخلوق للمخلوق وما اثبتوا له القدم لا يثبتونه معجزة يبقى ارتفع التوارد مع ان اللفظ المنزل حادث ومخلوق الا انه يقال له كلام الله على هذه الجهة جهة الدلالة اي على بعض متعلقات كلام الله تعالى القديم والمنزل ليس نفس الصفة بل هو التعبير المعبر عنه الارفاظ والاصوات الدالة المعبرة عن الصفة القديم القديم يبدو كذا فهمنا يعني فهم نحتاج بعده ان شاء الله بس الى قراءة باقي الكلام والتعريفات وذا كان في اسئلة نجاهزها بإذن الله تعالى ونبدأ في الاسبوع القادر في حد فضل لا لسه باقي حاجات في صفة الكلام نحتاج الى ترتيبها فقط يعني الآن وصلنا الى حاجة مهمة جدا احنا بنصف القرآن بانه معجزة بشك في اجاز بشك تعرف المعجزة امر يعني المعجزة فعل والكلام الله صفة له وفي فرق بين الصفات وبين الافعال ما اثبتوه معجزة لا نثبت له القدم لان القديم لا يتحدى به التحدي يكون من جنس حاجة من جنس ما برعوا فيه فهم برعوا في حاجة ازلي باستحالة لانهم يلزم على كده هم يكونوا ازلي برعوا في حاجة الاسماء حاجة فيأتي لهم المعجزة من جنس ما تفننوا فيه ما يثبت انه معجزة لا يطلق عليه الصفة وما يوصف بانه صفة لا يتحدى به وصلنا الى النتيجة المهمة انه في معنين لكن احنا هنا بندرس في الابراء وانتو الله كليات وعرفين هذا الكلام لا يقال مع العوام او غير المتخصصين بمعنى كده حيقول لك انت بسل في عمل اللي فنحف ان كلام الله حقيقة ونقول الكلام على معنين نقول كده سلام الله كما اضافه الله تعالى اذا احنا مش بسك على القرآن نقول الكلام هم يقول على مسجد بيت الله ما انو احنا اللي قلناه وربنا مستاكن فيه مسلا ونقول بيت الله ونقول ناقة الله ويقال على الانسان وهكذا فالاضافة لها معاني كثيرة في الوحل لكن ما لا يدرك ولا يفهم هذه الامور وهذه المصالحات يمنع يعني يتثى ان يقال له في الجملة ان يعتقد ان القرآن كلام الله ولا يفهم له هذا التفصيل نفي الحروف والاصوات والكلام اللي لغض لانه سيقع في شبه وفي اشكالات لا يستطيع ان يخرج منها فهذا الكلام تمسك به عن ايه عن الحديث به في المجالس اللي فيها ايه العوام اما في الدراسة لا بد من ايه من تبيني والله تعالى اعلم تبيني تبيني وهي دينا في الطابة بس اعاد وذعتها التبع للقديمة والأخذ بالظواهر الكفر لا مش كده العبارة العبارة دي عندي السنوس يقول من أصول الكفر من أصول الكفر أصول الكفر عنده إيه ستة منها إيه؟ الأخذ بظواهر النصوص ليه جعلها أصلا من أصول الكفر لأنه سيلزم التناقض في إيه؟ نصوص القرآن مع بعضها البعض فلو أخذ بالظاهر قولي تعالى أأمنتم من في السماء ثم جاء إلى قولي تعالى وهو معكم أينما كنتم هنا يبقى فيه تناقض هل هو في السماء أم معنا هنا في هذه الحالة هيحدث الاختلاف والتناقض وقص على ذلك كثير من الآيات القرآنية فيبقى إذن عندما قالوا في يد الله تعالى أي أنها قدرته هما مش مذهب واحد كلام الشيخ اللقاني إبراهيم في الجوهرة بيقول إيه؟ وكل نص أوهم التشبيه أويله أو خوضه فهذا مثلث من المثال اللي هو إيه؟ اللي هو التأويل وتكلمنا عن الموضوع باستخابة كبيرة فيه صفة المخالفة للحواد فده منحة من المناح يعني معناه لو أخذ بالظاهر يبدأ يؤدي إلى الجارحة وإلى الأداة وإلى الجسمية فإما أن يؤول يعني يقول اليد مرات بها القدرة وإما أن يفوض فيقول نؤمن بها كما جاءت والله تعالى أعلم وهذا هو الأسل اللهم صلي أفضل صلى الله عليه وسلم على أهل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وقصمي وسلم على معلوماتك وإزادة كلماتك كل حابك وقل تأكير وقفل عندك المواقع